تفاقمت أزمة إنتاج الديزل في المصاف العالمية بفعل قيام تحالف أوبيك بلس بخفض إمداداتها النفطية حتى نهاية العام وتزامن شح الديزل مع نمو الطلب الأمريكي على هذا الوقود المغذي للشاحنات التي تقل ملايين الأطنان من السلع والبضائع في حدود صاحبة أكبر اقتصادين في العالم وكأن الأزمات باتت هي القاعدة والاستقرار هو الاستثناء فالعالم الذي يجابه تحديات جيوسياسية ووبائية وبيئية تلفه من أقصاه إلى أدنى يجد نفسه اليوم في مواجهة مشكلة تغيب حينا وتحضر أحيانا حين أطلت أزمة شح إنتاج الديزل برأسها من جديد لتقضى مضاجع اقتصادات ساعية إلى النهوض من كبواتها القصة بدأت من هنا حين قرر قائدات حالف أوبيك بلس النفطي أي كل من السعودية وروسيا تمديد خفض إنتاجهما بواقع مليون وثلاثمائة ألف برميل يوميا لنهاية العام فوجه بذلك ضربتين للمستهلكين أولاهما من خلال دفعهما سعر البرميل فوق التسعين دولارا أما ثانيتهما وهي الأشد وقعا فتتمثل في تعذر حصول المصافي على القدر الكافي من المادة الخام التي يتم معالجتها لتمسي ديزلا يغذي الشاحنات ومركبات النقل الثقيلة لكن المعضلة الأكبر تتمثل في قطاع الصناعة الذي يعتمد بشدة على الديزل لتدوير عجلته الإنتاجية وسيمثل شح مصادر الوقود له تحديا سيدفعه لانتقاء خيارين إلى ثالثة لهما إما الضغط على هوامش أرباحه أو زيادة أثمان منتجاته وهو ما سيبعثر أوراق البنوك المركزية التي سعت إلى اجتثاث التضخم عبر الرفع المتتالي لنسب الفائدة الديزل الذي تسلقت أسعاره في الغرب إلى ذروتها لهذه السنة يمثل تحديا كبيرا للساسة الأمريكيين والأوروبيين فبقاؤه مرتفعا وشحيحا سيضعف شعبية قادة هذه البلدان وسيثير سخط المواطنين وأقطاب الصناعة ونخب الأعمال اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر